اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير الجميع المتابعين في الأردن نهار اليوم انخفضت قليلا درجات الحرارة مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة يوم أمس وسادة طق الصيف في اعتيادي في عموم المناطق خلال أيام القليلة القادمة يتوقع أن تواصل درجات الحرارة انخفاضة في عموم مناطق المملكة لتصبح درجات الحرارة أقل من معدلاته مثل هذا الوقت من العام ويسود طق الصيفي معتدل خلال ساعة النهار لكن خلال ساعة الليل يسود طق الصيف مائل للبرودة بشكل عام سواء القمص طناعي الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح خلوع من منطقة بلاد الشام وشرق البحر الأبين المتوسط ومنها المملكة من الغيوم وسادة طق الصيفي بشكل عام ننتقل الآن وإياكم من خراءة توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من نهار اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة يوم الثلاثاء انخفضت درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس حيث تأثرت المملكة يوم أمس بمنخفة جو خمسيني عمل على ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملموس سرعا منخفضت درجات الحرارة وعادت لتصبح حول معدلاته مثل هذا الوقت من العام خلال ساعة نهار اليوم الثلاثاء خلال ساعة الليل يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء مائلة البرودة في عموما ناطق المملكة تستدعي لبس معطف خفيف خاصة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل خلال ساعة يوم الأربعاء نهار يوم الأربعاء تواصل درجات الحرارة انخفاضة لتصبح أقل من معدلاته مثل هذا الوقت من العام يسود طقس صيفي معتدل خلال ساعة النهار لكن درجات الحرارة تنخفض ليلا يسود طقس ماء للبرودة ورطب بشكل عام يوم الخميس لا تغيير الحالة الجوية يبقى الطقس صيفي معتدل خلال ساعة النهار درجات الحرارة تبقى أقل من معدلتها مثل هذا الوقت من العام لكن خلال ساعة الليل تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة يستدعي لبس معطف خفيف خاصة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل نبقى في العاصمة نذهب للعاصمة عمان عفوا والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسود طقس صافي مع 16 درجة مئوية المحسوسة أيضا 16 درجة مئوية الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة أسرع توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ثلاث أيام القادمة حيث تبقى الأجواء مستقرة بشكل عام يوم الأربعاء 26 درجة مئوية كحرار العلمة أما الصغرى 15 درجة مئوية يوم الخميس 27 14 درجة مئوية ويوم الجمعة تنخفض لتسجل 25 درجة مئوية كحرار العلمة أما الصغرى 14 درجة مئوية شكرا على المتابعة واللقاء أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة